انا ايه حاجهاني سعيد سواء التريلا اللي اول حد جازف وحاول يوقف العربية لما خبط من ورا اهلا بيك حاجهاني اهلا بيك اهلا بيك لا والحمد الله على سلامتك الله يسلم اللي انت عملته ده كان مغامرة كبيرة الحمد لله انها عادت على خير الحمد لله انها عادت على خير لا ده احنا رينا في الموضوع حكايات يعني طويلة لان الناس بتسأل انت ايه اللي خلاك تتجرق وتعمل ده فكرت في ايه لحظتها وانا جالي في دول بمساعدة الناس الناس لما انا كنت ماشي على الطريق البطيء بتاعي كنت شايف المنظرة على الطريق التاني بتاع الملاكي اه شايف تقدس رائب للعربيات وقدام منهم العربية الصامرة ديت اعمال اتجيب من الشمال لليمين من الصور للصور واللي حاول يعدي منه انا هديت علشان اشوف المغفو واللي بيعدي منه كان يزن عليه او اخبطه اللي دايقني اكتر ان كان فيه مقرباص نازم السويس محمد ركاب كان هيلبسه في الصور واقلبه بركابه باللاثناشر ركب اللي فيه اه همه بيبقوا 14 اكتر من كده 14 ركب اه كانوا هيروحوا بسببه وهو ولف الدماغ خالص وفتح الباب وكان فيه اسلوب استفزازة كده فانا جالي في دول اللي انا اخش اعمل اي حاجة لما شفت المنظر ده وفي ذلك العربية من لك ايه فيها يا راجل وعياله وعياله الورقان وبيعيطه وكان منظر رهيب يعني حاسسني فيه حاجة مع الراجل ده والشرطة كان جاية وراها زنق على عربية الشرطة برضو كان هاي زنقها ودخلها في الصور وكان الطريق خلص بقى انا اساسها كنت داخل الشروق فداخل الشروق انا عدتها فقلت والله الاكمل بقى فكان الطريق النقل طريق النقل اللي هو السيرفس رودي اللي هو على جنب ده كان خلص اللي انت كنت ماشي فيه وبتابع فيه المشهد اللي انت بتحكمه لده كان خلصوا بدأتوا تتقابلوا الطريق النقل فالطريقين بقى خبصوا وفتحوا مع بعض اللي هي الوصلة بتاعت مدينتي الدخلة العمومية بتاعت مدينتي اللي كان يتقابلك كانت عوالي بستة كيلو فانا دخلت مهم بمساعدة الناس برضو هم اللي طلبوا مني و جيت جنب منهم في الجميع يعني الناس طلبوا منك تحاول توقفوا لان هو كان اعمل الناس اللي كانوا في العربية العربية الملاكة اللي كانت ماشى في السكة كانت بالطالب المساعدة مني وبصيت ورايا وملقيتش حدا لنا على الطريق واخد بال حضرتك الموضوع كله على بعضه ما استمرش ما هي تسع دقايق لما أنا الطريقين اتفتحوا مع بعض الملاكي والنقل فدخلت معهم كانوا قفلين المشكلة عندنا بقى هنا اللي كانت في المناورة اللي كان بيعملها الرجل دي كانت المعربات الملاكية كلها ورا منه وتتفرج عليه ويقربوا منه وزن عليهم وكله كان بيصور ما كانش عادي بيساعدني البوكسي اعتبر هو ساعدني شوية عمل كم جرزة فتاح للسكة وكانوا بيزعوا للناس افتحوا للسكة وعدت ازمر جامد الغالت لما أنا وصلت الاقصى اليمين عشان اهرب منه واجيبه ازن عليه وعرض العربية بالعرض يعني انت والبوكسي في المشهد اللي احنا شفناه ده في وقت من الاوقات كنت بتساعدوا بعض في ان انتو تفتحوا الطريق عشان تقدر انت كمان تتدخل اه 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 انا جيت جنب الصور في اليمين خالص فهو برضو عاند معايا وجي مين خالص وضحب نفسه وانا كنت ممكن اضيع انا والعربية انا ماختش اتمكنت من نفس كويس انا لازم اخبطه لازم عشان انا لما خبطوش كنت اخدش في الصور ودخلت العربية النقل في الصور كانت هتعمل كارثة على الطريق ومخلق عباسة الملكة دي انا اتقلب عليها وتخش فيها يبقى انا عملت كارثة وهتحاكم فيها بسبب عوض فقلت لازم اديده خبطة زيارة على قده كده تواعيه والصحصحه وهي فوق فالخبطة بتاعتي انا طرفته يمين دي ساعدتني ان انا اجي على يمين فهو لم نفسه كان اخش في الصور جيه قدام مني ايدل وجيت اسمه في الصور ما قدرتش اعملها بصراحة ففتحت عليه السكة تاني وجري مني كنت انا بقى عديت الدخلة بتاعتي ودخلت الشروق وهم بقى اكملوا مع بعض طب ثانية واحدة انا معلش هطول معاك شوية بعد ازاني يعني انت في اللحظة اللي قررت فيها ان انت تخبط العربية خبطة صغيرة زبطت سرعتك بحيث انك تخبطه خبطة صغيرة عشان تفادي ان انت تخبط في الصور فيبقى فيه كارثة كبيرة ولما جربت تاني تقفل علي الطريق كان هو كان هو اتمكن من نفسه وعدى النفسه تاني باتجاهه للقائرة وعدى مني انا مادرتش اعافل علي خفتي لبادله هو والعربيات اللي جاية وردك العربات اللي جاية وردك ما كانش مساعدان يا حضرتك كان كله كابس وكله انطلع كاميرات وبيصاوه العربات اللي جاية وردك تعمل حسابها على اللي هو قدامها عامل مسافة يعني ترسي تعمل مسافة بينهم تعمل مسافة بينهم وما كانش انهم يعرفوا يعدوا وهو ما خبطه هاني ما كانش قصد انه هو يغبطه هاني قصد انه هو يجري يعدي منه من اليمين ويجري يزنقه ياخده فرصيف واحدة واحدة كده عبل ما يوقفه لانه هو هاني لو خبطه واصده انه هو يغبطه خبط تاني دي كانت ممكن تعديه الناحى التانية ده لو كان خبطه بجد بجد العربية تقيلة بمقطورة وعربية مش شوية يعني كانت ممكن خبطته وودته الناحى التانية فهاني كان مستعمل معانه للرقفة اللي هو واحدة واحدة يزنقه يوقفه او يقفل عليه عشان الناس دي تمشي او يشوف في ايه الكصة وعشان يقدر يتدخل بقى اي جهة ويفتح وكان البوكس كانوا بوكس بيجي وراه والعربية بتيجي وراه في عربية توسان خبطت في الباب بتاعه اللي كان فتح دي اللي وقفته في الاخر والدنيا كانت خربانه لا هو وقف قبل اربعة ونص وعدم الكارتة كله كان قبل الكارتة قبل اربعة ونص يعني قبل كيلو اربعة ونص قبل كيلو اربعة ونص قبل كيلو اربعة ونص هو هو عدم الكارتة يعني اللي شفناه بتاع العربية ده كان قبل الكارتة هنا كل ده كان قبل الكارتة طب انت مخفتش طب انا مخفتش خالص ولا لحظة انت عندك عيال فكرتش لحظة واحدة وانا مالي ايه اللي دخلني في الموضوع ده ده انا كده معناه ان انا ممكن ممكن حدسة كبيرة تحصل يعني انت وقفته هو تخبط لو هو حتى حدف اكتر شوية يمين العربيات دخلت فيه ولا اقول لحضرتك على حاجة سواء النقل لو بيخاف هيقعد في البيت ما اشتغلهاش بيبقى قاعد بيبقى متمكن من الالة وقدها ويبقى عارف هو بيعمل ايه ما عملتش لو بيخاف هو ها يمشي ولا الالة ها يمشي معاه ولا ها يمشي الدنيا حواليه فهو مش غرور مني حضرتك ده توفير من عند ربنا الاول اكيد كل حاجة توفير من عند ربنا ان احنا مش شفناش حاجة اصعب من كده انا اكتر من 37 سنة سواء ان شاء الله هو معي الرخصة الاولى دي من سنة 92 معنى كده انك كنت عامل حسابك العربية يعني ما تصورتش لحظة انها ممكن تقفل الطريق بالعرض فاييجي عربية تانية تخبط حيافة اللي بخوفني لعربية الملكة اولا انا بخبطتوا واجيت عليه شمال عشان نقفل السكة والمبرد وكبسوا فكانتنا عملية صعبة لو كانوا هما ساعدونا المناورة كانت تبقى احسن من كده بشوية